اه عايز برضو خلينا دايما لما بنيجي نتكلم قبل بس ما اطلع فاصل بيتسو موسماني في الرياني القطري مش اتقال كده امبارح واول امبارح ولا لا في ناس عملت موضوع على هذا الامر ان هو راح وقعد والوكيلة بتاعته اللي هي زوجته ورحت وقعدت بناء على الكلام اللي قالته زوجته وطلعت قالت ان احنا عندنا مشروع كبير الفترة اللي جاية انا عارف المشروع بالمناسبة لكن مش حاوله لانه حاجة ما تخصناش مش حاوله لكن هل موسماني بالفعل رايح الرياني القطري موسماني يرتبط بعقد رسمي مع النادي الاهلي ينتهي لسه قدامه شوية البعض قال ان موسماني انها اتفاقوا مع الرياني القطري حتى لو يعني الموضوع ده مش في دماغي ولكن حتى لو ده حصل ليه دلوقتي ليه قبل المباراة النهائية بقى أقل من أسبوعين بيتقال هذا الكلام قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ليه بيتقال هذا الكلام ليه عايز ايه من هذا الكلام خبر ومصدر والكلام الحلو اللي احنا دايما بنحاول نتكلم فيه حلو جدا لكن يا جماعة مش وقته خالص هذا ليس وقت الكلام عن موسماني وان هو سيسيب النادي الاهلي على افتراض على افتراض عشان ما حدش يقولك اسلام قال على افتراض ان ده حيحصل وانا متأكد وعارف المشروع اللي كانت زوجة موسماني بتتكلم فيه ولكن مش هقوله برضو لانه حاجة ما تخصنيش ولا تخص النادي الاهلي ف يعني طيب اين اللي حصل على في الجول المتحدث الاعلامي لنادي الريان القطري حمد العنزي طلع قال ايه قال يا جماعة كل الكلام اللي الناس بتقوله والاجتهادات وده كلام غير صحيح وان ما فيش مفاوضات اصلا مع بيتسو موسماني نقطة مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني لو سمحتو مش عايزين اتكلم حضرتك عايز تعمل حاجة او عايز تقول اخبار او عايز تقول ان عندك مصادر او انت صحف يعني اخواتنا الصحفين كلهم على دماغ من فوقه زائل فل ولكن يا جماعة من فضلكو ده مش وقته والحقيقة ان معظم الصحفين واقفين مع النادي الاهلي بشكل جيد جدا لان النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر هو الممثل الوحيد لمصر في البطولة الافريقية خلاص وبيلعب في نهاية البطولة الافريقية ومن الممكن ان يفوز بالنهاية للمرة التالتة على التوالي والمرق 11 في تاريخه فعشان كده ناس كتيرة جدا وقفة مع النادي الاهلي خلال هذه الفترة فنرجو ان مثل هذه الاخبار مش وقته منفعش لانه الناس كلها حقيقة كلمت على اصل كلام زوجة موسيماني ووكيلة اعماله على صفحتها على صفحت شركتها يعني قالت مشروع ضخم الموسيماني خلال الايام والاسابيع القادمة مشروع ضخم ما قالتش رأينا القطري بالمناسبة وحتى طبعا الاستاذ حمد الانيزي المتحدث الاعلامي باسم النادي الانيزي القطري طلع ونفى هذا الكلام هو بالشكل واضح وصريح قال لك يا جماعة احنا ما فيش اي حاجة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ما المطلوب تاني علشان نسكت عن هذا الكلام على الاقل للغاية يوم 30 مايو وبعد كده نشوف اين اللي حيحصل اللي عايز يقول حاجة بعد 30 مايو يبقى يقولها حنعرف نرد عليها ساعتها فلسه راجل مجدد ما بقلوش شهر ونص شهرين ويطلع يقولك اصل هو رايح الرايان القطري اموما اشتركوا في القناة